كل الحرة الليلة من الذكاء الاصطناعي حيث حدث في الفترة ما بين مطلع يناير و الثالث عشر من فبراير الفين وربعة وعشرين في شركات التكنولوجيا تسريح نحو أربعة وثلاثين ألف موظف أبرز هؤلاء في ميتا وأمازون. العديد من الخبراء أكدوا أن الذكاء الاصطناعي رجع أركان الاقتصاد بشأن تراجع الحاجة للعمالة البشرية مع تزايد ذكاء التكنولوجيا. فما دلالت هذه القام الكبيرة للمسرحين من كبرى شركات التكنولوجيا خاصة في الولايات المتحدة ولماذا ارتفعت فجأة في بداية السنة الجديدة لماذا يدق الخبراء ناقوس الخطر بسبب الذكاء الاصطناعي مائة وإحدى وأربعون شركة تعمل في قطاع التكنولوجيا سرحت أكثر من أربعة وثلاثين ألف موظف لديها خلال أربعين يوما فقط منذ مطلع العام الجاري هذا ما كشف عنه تقرير نشره موقع لي اوفس المختص في رصد عمليات تسريح العمال من شركات التكنولوجيا في العالم التقرير أشار إلى أن شركة مايكروسوفت سرحت ألفا وتسعمائة عامل على الرغم من قفزة بنسبة تجاوزت سبعة عشر في المئة في الإيرادات ووصلت إلى أكثر من اثنين وستين مليار دولار أمريكي شركة جوجل تخلت أيضا عن أكثر من ألف موظف قبل الإبلاغ عن زيادة بنسبة ثلاثة عشر في المئة في الإيرادات لتصل إلى أكثر من ستة وثمانين مليار دولار أمريكي وحذت شركة أمازون حذو مايكروسوفت وجوجل إذ استغنت عن نحو ألف موظف رغم زيادة في الأرباح بنسبة أربعة عشر في المئة أي نحو مائة وسبعين مليار دولار أمريكي وبينما يعز الخبراء موجات تسريح الموظفين إلى التضخم المتفشي في العالم فإنهم يعطون ثقلا كبيرا للذكاء الاصطناعي الذي تسبب في هزة اقتصادية كان أبرز ضحاياها البشر فوفقا لتحليل أجرته شركة كومبتيا ارتفع عدد الوظائف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من نحو ألفي وظيفة في ديسمبر الماضي إلى نحو ثمانية عشر ألف وظيفة في يناير من العام الجاري معنا من واشنطن مايكل ساكستون الخبير في تكنولوجيا وأمن المعلومات مرحبا بك مايكل في قراءة هذا المؤشر قبل أشهر كنت معا على الهواء وسألتك هل يجب أن أخشى على عملي هل يجب أن تخشى أنت أيضا على عملك من الذكاء الاصطناعي وقلت لي لا يوجد ما يدعو إلى القلق أربعة وثلاثون ألفا ألا يقلق نعم هذه نقطة جيدة من الصعب عندما نتكلم عن هذه الشركات الكبرى كمايكروسوفت وأمازون ومتى مع عشرات الآلاف من الموظفين في كل شركة علينا أن نقلق ربما من أن فعالية الذكاء الاصطناعي ستسمح للكثير من الشركات أن تتخلى عن الكثيرين من العاملين لديها ولكن ما هو ممكن برأيي فيما تعلق بالذكاء الاصطناعي الذي تنتجه هذه الشركات هو أنها تقدم الذكاء الاصطناعي إلى الكثير من الناس وأن الكثيرين عبر العالم سيفكرون بإنشاء مؤسسات وشركات وأعمال على مستوى أصغر بكثير عبر استعمال الذكاء الاصطناعي بمعنى أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى ديناميكية وإلى تنوع اقتصادي أفضل هل تعتقد بأننا سنرى المزيد من التسريح المزيد من التغير في أنماط وأسواق العمل وإلى أي درجة اعتماد هذه الشركات أو إحلال التكنولوجيا محل البشر في هذا التوقيت خطوة مناسبة في وقتها أعتقد بالنسبة للشركات الكبرى كالشركة التكنولوجيا التي أشهرنا إليها ولشركات المشورة كدولويت وماكنزي هذه الشركات طبعاً لا يمكنها أن توسع من قدراتها أكثر مما تفعل فيما يتعلق بالتعامل مع البشر ولكن يمكنهم أن يستعملوا الذكاء الاصطناعي إلى حد أكبر بكثير وذلك يكون أفضل في أقسام مختلفة مثلاً يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون أكثر إنتاجية من البشر أعتقد أننا سنرى لدى الشركات الكبرى ابتعاداً عن تشغيل أعداد كبيرة من الموظفين وتوجهاً نحو استعمال الذكاء الاصطناعي من جهة أخرى سنرى المزيد من الشركات الصغيرة والمتنوعة التي ستتعامل أكثر مع البشر إلى أي درجة برأيك سيتغير اهتمام وطبيعة مدارس التكوين بدءاً من الابتدائية وحتى الجامعة إذا كانت شركات كبرى مثل هذه تتخلى عن هذا العدد الضخم من الوظائف بمجرد ظهور الذكاء الاصطناعي وحتى لم تكتمل الثقة فيه لغاية الآن من قبل الجمهور ولا الشركات الكبرى فكيف سيكون الحال إذا تعلم هذا الذكاء أكثر وأصبحت أكثر قدرة على أداء المهام نعم رأينا أن الذكاء الاصطناعي الآن يستعمل في إطار تطبيقات في المدارس يستعمله المدرسون لمساعدة الطلاب في تعلم اللغة أو الرياضيات فهناك أيضاً قدرة كبيرة لاستعمال الذكاء الاصطناعي في تعليم الأولاد ليساهموا في الاقتصاد خاصة أيضاً فيما يتعلق بتعليم التكنولوجيا الأنترنت فهنا يمكننا أن نوجه التربية بطريقة تسمح للأولاد الآن أن يلعبوا دوراً أساسياً في الاقتصاد عندما يدخلوا سوق العمل ورأينا أيضاً أن هناك دروس مجانية عبر الإنترنت تعلموا عبر استعمال الذكاء الاصطناعي وتدربوا الطلاب على استعماله بطريقة ملائمة وبالتالي هناك توجهات إيجابية لكل من يريد أن يبادر وأن يتعلم بمفرده بعض الأمور التي تكون ضرورية للتنافس في المجتمع وفي الاقتصاد لكن أقصد القطاعات التي سيحل الذكاء الاصطناعي بعدها أو لاحقاً سيحل مكانها هل ستلغى تماماً حتى من ثقافة البشر؟ دعني أبني معك تصور اليوم إذا كان الذكاء الاصطناعي يقوم بإمكانه أن يقوم بمهام السكرتارية فما الحاجة إلى معاهد لتعليم السكرتارية؟ إذا كان يمكنها أن يقوم بمهام المحاسبة من سيدرس المحاسبة لاحقاً؟ نعم هذه أيضاً نقطة جيدة جداً ولكن في الوقت ذاته كانت هناك الكثير من الأعمال في الماضي اختفت اليوم أو تحتاج اليوم إلى أعداد أقل بكثير من العاملين من جراء التكنولوجيا مثلاً أعداد الناس الذين يعملون في الزراعة في البناء في قطاع النسيج أو قطاعات أخرى كانت اليد العاملة ضرورية أعداد كبيرة من العاملين ولكننا حصلنا من فعليتها عبر الآلة وعبر التكنولوجيا وبالتالي انتقل العاملون في هذه المجالات إلى أعمال أخرى وهذا يحصل على طول التاريخ ليس بالتحديد الآن طبعاً لا أريد أن أقلل من شأن دور الذكاء الاصطناعي لأنه سيؤثر من دون شك إلى حد كبير على أسواق العمل وسيؤدي إلى خسارة الكثير من الأعمال ولكن هكذا يتطور التاريخ الشركات دائماً عليها أن تقوم بما تقوم به بفعالية كبيرة لأن ذلك يؤدي إلى مدخيل أفضل من واشنطن مايكل ساكستون الخبير في تكنولوجيا وأمن المعلومات شكراً جزيلاً لك